هنعمل النهاردة شربة عتس مناسبة قوي للجوه اللي احنا فيه ده وهي بصراحة الازد شربة عتس ممكن تعملوها الطرقة بتاعتها حلوة جدا هي اصلا شربة العتس امر بكل طرقها بس الطرقة دي فعلا غير هحط سمنة وزيتها على النار وقطع معهم بصلتين متوسطين يعني مكعبات بايدي كده مش بالسكينة يعني مش بشرهم ولا حاجة هحطهم على النار لحد ما لونهم شوية يتبالوا او لونهم يغير بعد كده هحط عليهم معلقتين توم ومعلقة كسبرة نشفة وبعد كده بقى يعني اقلبهم مع بعض برضو شوية كده يعني ياخدوا ويدوا مع بعض شوية واسبهم على النار شوية وبعد كده هجب معلقة كمون ومعلقة فلفل اسود وحطها عليهم كمان من نفس الشكل ده كده هكون انا غسلة كبايتين عتس يعني غسلهم ومصفيهم كويس على جنب لحد لما اخلص يعني لما يبقوا مع بعض شوية بعد كده بقى العدس من يضار مايه خالص متصف كويس جدا هشوحوا معهم برضو شوية يعني كل حاجة هحطها يعني على النار مثلا عشر دقايق افضل اقلب فيه عشان ما يتحرقش انا عايزة بس يتشوح لونه سنة بعض العدسات كده لحد ما لونها يغير هكون بشرة جذرتين او تلاتة الجذر الحلو فيها قوي وبشرة برضو تلاتة اربعة تماطمات بشرهم بالمبشرة يعني يا دوب القشر بس هو اللي بيبقى متكون برا كده يعني مش معايا انما القلب اللي جوه هو اللي موجود وافضل اقلب بقى واشوحهم مع بعض تاني شوية برضو كل الحاجة بحطها بسيبها شوي لحد ما حس ان هم يعني خلاص الطماطم بالذات ما عددش زهرة هحط عليها بعد كده مية مغلية تكون ما غطي اياها يعني انا عايزة المية تغطي العدس بس وهوطي عليه طبعا هو هيكون غيه على طول هوطي عليه لحد لما حس ان هو اشتوى هو تقريبا هياخد من نص ساعة لتلاتة اربعة ساعة بنفس الشكل ده كده هقفل النار عليه وسيبه يهدى وبعد كده بقى هضربه في الخلاط عادي بالطرقة بتاعتنا عادي جدا هنعمله في الخلاط هو مش هحتاج يتصفى لان هو طماطم ما فيش فيها اشرة ولا حاجة وهتحسوه اصلا طالع من الخلاط كريمي جدا جدا يعني فعلا كايلنا علي كريمة بنفس الشكل ده كده هو كده ما تضفلوش اي حاجة خلاصية ده ضربت كل المكونات دي في الخلاط هسيبه يغلع على النار شوية بس هحطله الملح لان انا ما حاطتش طبعا ملح من الاول وهحطله مكعب زبدة كمان وهسيبه اي هو مكعب زبدة جواه الحد لما يعني لما يسيح بقى برحته مش هعمله بقى تومة في الاخر ولا اي حاجة خلاص هو كده بس هسيبه بس يغلع على النار كده كم غلوة وهدوق الملح بتاعت ان هو فعلا مزبوط الطرقة دي فعلا حلوة جدا جدا في شربة العدس هي اصلا شربة العدس حلوة اوي احنا ممكن نضيف لها اي حاجة كمان غير الحاجات اللي انا ضفتها دي بس فعلا طلع كريمي وتحفة اوي 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 يعني ومناسبة اوي للجو اللي احنا في ده عليكم تجربوا الطرقة دي وتقولوا رأيكم فيها اي اشتركوا في القناة